جدد المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الدعوة إلى وقف الاعتداءات العسكرية في الشرق الأوسط وتجنيب المنطقة ويلات صراع يقضي على ما تبقى من فرص وأمال السلام والاستقرار وفي هذا الصدد أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة أن ما شهدته المنطقة في الأسبوع الماضية من استهداف كل المدنيين وأعمال العنف ضدهم وضد منشآتهم وممتلكاتهم بما في ذلك المستشفيات والمدارس وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعمليات العسكرية في قطع غزة يشكل مصدر قلق بالغ للمملكة المغربية وأصرح في هذا السياق أن المغرب يؤكد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية كل المدنيين وعدم استهدافهم وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة وعلى ضرورة السمح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لقطاع لساكنة قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر